تسلم السمو وللعهد شه الصباح خالد الحمد الصباح حفظه الله في قصر بيان صباح اليوم رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس مسعود بازاشكشيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة تتعلق بالعلاقة الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدورية قام بتسليم الرسالة لسمو وللعهد حفظه الله وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة عباس عرقشي حضر اللقاء معالي وزير الخارجية عبدالله علي إليحية ومدير مكتب سمو وللعهد الفريق متقاعد جمال محمد ذياب ووكيل الشؤون الخارجية بدوان سمو وللعهد مازن عيسى العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات ترجمة نانسي قنقر